في ستات كتير أنا شفت عندي حالات كتير قوي وجات لي كتير بعد ما كان راجل بتاعها ماشي على الصراط وماشي مظبوط بيطبخ ويغسل ويشير ويحط وهي عادي في التراوة خالص ده جوزي جنتي يعني فجأة جوزها تجوز عليه فجأة جوزها خانة فجأة 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 ليه؟ لأن هي مش حتى جوزها أصلاً أن عنده عاطفة يستحق ويحتاج ويحتاج مشاعر الراجل أكتر حد بيحتاج للعطاء لأنه أكتر حد بيقدم عارفين ضماني التليفون كده في علبة التليفون لنبقى بنحطه في الدرج فأنت ضمانتي الراجل ده حطتيه في علبة الضمان وركنتيه في الدرج الأب لما بيكون بجد حقيقي موجود في حياة ولاده وزوجته وأهله الراجل اللي زيه ده لازم نحافظ عليه ولازم نحتويه جداً لأن في أي لحظة ممكن ينهار عاطفياً مفيش حاجة اسمها راجل ما بينهرش الراجل بينهار عاطفياً وبيعاني زي بالظبط ما الست بتعاني في أي أزمة هي بتتخطاها أو بتعاني فيها أو بتفضل فيها ومش عارفها تتعافي لذلك أن العطاء لو حد لعب عليه أن الطرف واحد هو اللي بيقدم في العلاقة العلاقة هتفشل آجلاً أم عاجلاً سواء ستة أورادي يعني أنت ضمنت عطائي ما تضمنيش مدى الحياة ما تضمنيش مدى الحياة ما فيش علاقة في الدنيا مضمونة استمرارها يا ما قصص حب كانت موجودة ويا ما ريليشن كانت شغلة صح ومرة واحدة خلصت ليه؟ في طرف منهم كان بيتعمد أن هو ياخد وما يديش يقدم وما يستناش يعطي وما ياخدش ويقول لك أصلاً ده حاسس أن ده دوري لا بس بيجي وقت معين يحس أنه مستهلك إحنا بشر الأول وفي الآخر إحنا بنحتاج اللي يسمعنا نحتاج اللي يحتوينا بيحتاج اللي يحس بتعبنا ومجهودنا ومحتاج اللي يقدر عطائي اللي إحنا بالضبط يقدر اللي أنا بعمله علشانك إن أنا بعمل ده أوفر يعني أنا مش بفود أعمل ده أنا بعمله علشانك الستات بصراحة ما تزعلوش مني يعني أنتو عارفين إنه دايما في صفوك أيو الستات اللي بتتصرف بسزاجة هي الست اللي ممكن تتخيل إن جزها ماشي دايما على الصراط الراجل مهما كان راجل وعارف اللي ليه وعارف اللي عليه في لحظة ممكن يتقلب عليك إيوه هيتتخيلي إن انت ما بتهتمش بأكله وفطاره وغداه وعشاه ولبسه وحكته وماله ونفسيته وتعبه وتعبه وركزي قوي تعبه ومجهوده عشان في ستات في الظروف اللي احنا بنعاني منها النهاردة المادية الصعبة لما يكون راجل مسؤول وبيعايش بيته في رفاهية وبيقدم لهم كل حاجة والموضوع ماشي معهم تمام تقول لي انت ما كل الناس كده إيه وعي في بيتك تقول لي ما كل الناس كده إيه وعي في بيتك تقول لي ما كل الرجالة بتقدم خد بالك عشان ده نقوس الخطر اللي هيخرب حياتك بعدك